في زمن قياسي نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فك لغز قرصنة 4 مليارات و 200 مليون سنتيم من مصر في المغرب بعد تحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزنغان ونجحت يقظة الفرقة الوطنية ودخولها على الخط في وضع حد لتحويل مليار سنتيم بعد التصدي للتحويل الإلكتروني بينما تبين أن 3 مليارات و 200 مليون تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزنغان تخص أقرباء للموقوف لذلك ستشمل الأبحاث كل من تم تحويل مبالغ لحساباته وعلم اليوم 24 بأنه تم توقيف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك ويجري البحث مع الموقوف وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه ويعتقد أن الأمر تم بطواطئ داخلي بالبنك سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات المتوفرة لدى المشتبه فيه وترجيح فرضية تلقي مساعدة فنية وينتظر أيضا الاستماع إلى المسؤولين بالبنك وممثلي شركة للتطبيقات المعلوماتية لكشف الثغرات الإلكترونية التي استغلها الظنين سيما أن إطاراً بنكياً استقال قبل مدة قصيرة والتحق بمؤسسة قرض أخرى كما أن البنك تعامل أخيراً مع شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية من أجل تحديث وحماية منصته الإلكترونية بعد فسخ عقد مع شركة معلوميات أخرى ما رجح أن تكون للمسؤول القانوني الذي غادر البنك علاقة بشركة المعلوميات التي تم فسخ عقدتها خصوصاً أن العملية تمت بالمقر القديم للبنك إذ تسبر التحقيقات مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة